هل علاوي اكتشف مبكراً أن القوى السياسية قد غررت به أو أنه سوف يتم استخدامه كسيناريو لمصلحة هذه الأحزاب من حيث يدري ولا يدري يهل يشوف أنت هو الأقرب إلى الحقيقة يعني الظاهر هو أنه رافض الضغوطات وعند صدقية بهذه الشيء ولكن لازم ننتظر نتائج من الصعب يجب أن نتوجه هذا السؤال لرئيس الوزراء المكلف ومن معه أكيد علاوة عندما هدد بالاستقالة فإن لديهم الموسات أنا لا أقول لا أسأل من الذي سيحققه علاوي أو ماذا سيتحقق لكن التلويح بأول أسبوع هل اكتشف منطق اللعبة؟ هل كان هذا الرجل يخفون له شيء؟ هل دبر الأمر مع علاوي في ليل؟ قالوا له شيئا وانقلبوا عليه وإلا ما معنى أن يتم استخدام القوة ضد ثوار وثائرات ثورة التشريد مع أول يوم لتكليف علاوي هذه الصورة فعلا سمو الشريف تحتاج من عدن إلى جرى أن نخليها بحقيقتها أمام شعبنا هناك تناقض في هذا التحالف الذي أتى بمحمد توفيق علاوي بين تصريحات ومواقف الواضحة لدى الرئيس الوزراء المكلف وهذهديدات بالاستقالة إذا استمر القمع واستمر الضغط عليه لأن يشكل حكومة حزبية ومحاصصاتية وبين تعامل تيار الصدري مع المتظاهرين يعني كأنهم على خلاف كامل فيما بينهم واحتمال أنه هو سبب أن تيار الصدري واختلف يعني أفرق بين سماحة السيد المقتدى والتيار الصدري التيار الصدري أعتقد في حيرة هم تفاجأوا بنشوب الثورة التشرين بدون مشاركة ونجاح وتأييد ومئات الألوف نزلوا للشوارح بدون مشاركة التار الصدري ثم شاركوا وثم انسحبوا وثم عادوا وثم انسحبوا انسحبوا والثورة استمرت لم تنهار الثورة استمرت بدون التار الصدري ثم عادوا وعادوا بقمع واستعمال قبعات الزرك لتفريغ الساحات ولكن الثورة استمرت وأحد أسباب مبين عليه منحيرة أن عندما الشيخ أبو دعاء حضر العيساوي التقى بالمتظاهرين في ساحة التحرير لتهدئة الوضع ولأطمنانهم فأعتقد القضية أنه اللعب الأساسي في تشكيل الحكومة القادمة والتأكليف محمد توفيق علاوي حاير كيف يتعامل مع هذا الموضوع في قلبه هو يرغب أن يكون مع الجماهير التيار الصدري دوما يرغب أن يصطف مع الشعب والجماهير ولكن الحسابات السياسية تجعله يطمع في أن يكون لديهم حصة وحتى لو غير مباشرة في الحكومة وفي السلطة كأي حزب شياسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة